عن تشوهات العمود الفقري إيه هي أسبابها وأنواعها وإيه هي طرق العلاج الحديثة ده هنعرفه من دكتور حسام صلاح أستاذ جراحة العظام والعمود الفقري جامعة القاهرة أهلا بك يا دكتور أهلا بك وإهلا بسادة بشير مرسي دكتور بالنسبة لتشوهات العمود الفقري إيه هي تشوهات العمود الفقري الحقيقة قبل ما نتكلم عن التشوهات أحب بدي مقدمة سريعة كده عن القوام الطبيعي لما نختلف عنه نبقى فيه تشوه قوام الطبيعي هو أن إحنا لو بصنا لأي حد من قدام كده أو من ظهره المفروض أن الكتاف تبقى على مستوى واحد والرجلين تبقى على مستوى واحد ويبقى ده كله راكب فوق بعضه كده بحيث ما يبقاش فيه تحرك للمين أو الشمال لو بصنا له من الجنب المفروض أن إحنا نلاقي فيه كيرف في المنطقة التحتانية من الظهر الفقرات القطنية ويبقى فيه كيرف ماشي في الاتجاه المعاكس اللي هو مكان الفقرات الصدرية وبعدين الرقبة ويبقى فيه اتزان لهو محدوف لقدام ولا الورا التشوهات العمود الفقري هو أي اختلال في القوام الطبيعي ده وبشكل عام إحنا بنقسمها إلى مجموعتين إما يكون العمود الفقري اتحرك إلى الجنب ناحية المين أو ناحية الشمال وده بنسميه إعواجات جانبي أو أن يكون فيه زيادة في التحدب اللي موجود في الفقرات اللي هي بشكل طبيعي زايدة عن الطبيعي اللي احنا بنقول عليه الحدب أو الأتب أو كده دول المجموعتين الوصفة الشكلي لتشوهات العمود الفقري وعموما أسباب التشوهات يعني الحد يحصل له تشوهات في العمود الفقري دي بتبقى حاجة مولودة بيها يعني العامل الوراستي بيبقى ليه نسبة في أن هو يصاب بالتشوهات في العمود الفقري ولا ممكن يحصل حادث معين خبطه معينة يعني إيه هي الأسباب بالضبط حديث كان قلت كل الأسباب فأولا فيه أسباب عيوب خلقية في الفقرات أن يبقى الفقرة بدل ما هي مربعة تماما أو مكعب منضبط الشكل يكون فيه عيب خلقي في تركيبها فبالتالي تبقى مسلسة في اتجاهها أو أكتر أو يبقى فيه عيوب نتيجة التحام للفقرات بشكل غير طبيعي في شكل معووج ودي اسمها تشوهات الخلقية للعمود الفقري الجزء الثاني أو اللي يمكن منتشر أكتر من سميء ديوباثيك يعني مش معروف له سبب بالزبط لكن هو مرض بيؤدي إلى إعجاج في العمود الفقري إما قبل سنة خمس سنين أو بعد سنة خمس سنين في الأطفال وده مرض مش معروف له سبب بالزبط لكنه ده أكتر نوع منتشر وبيعمل إنحناء جانيبي في العمود الفقري بالإنجليزي بيقوله عليه سكوليوزز أو تحدب جانيبي في العمود الفقري كمان ساعات يبقى فيه نتيجة كسور ما تمش علاجها بشكل مضبوط بطريقة صحيحة بدلا ما تبقى الفقرة مكعبة منضبطة يحصل فيها إنحناء فتؤدي إلى تشو أو أن يبقى فيه انتهابات في الفقرات برضو ما تمش علاجها بشكل منضبط أو مضبوط فتؤدي إلى فقد جزء من الفقرة أو أكتر وبالتالي يحصل فيها إنحناءات أو أورام حميدة كل دي أسباب أمراض برضو متعلقة بضعف العضلات زي شلل الأطفال الأديم أو حاجة تانية أسمى الشلل الدماغي تعمل حاجات كتيرة كده أستأذنك الدكتور مع أن تصال سلوى من القاهرة ألو 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 أيها سلوى تعالي صوتك بعد إذنك أهلا بيكي أهلا بحاجاتك ممكن أكلم الدكتور طبعا تفضل لو سمحتي بس يعني الدكتور عندي ورام في السادي وشرته وتنعل الرئة ومن ساعتها وهو عدمي في جاني ونوش رجاني فيه ورجليه وواجه في دهري طبعا في أخر مؤخرت البهري جدا أي استقصار يا دكتور أه طبعا أولا أنت تعالي أعملتي عملينت استقصار السادي امتا؟ من من سبع ألف وعشر سبع ألف وعشر طيب وأنت بتعمليه مسح زري في المتابعة بتاعتك؟ طيب واخر مسح زاري عملتي انت؟ كان اخر مسح زاري كنت عمله من حوالي ست شهور وكان طالع في حاجة بين الفقرات ومحددش هي ايه هي الزوائد كده بين الفقرات طيب هو طبعا احنا محتاجين طيب ليك اي استفسار ليه يا دكتور؟ لا شكرا بس هي تسمعنا عشان ياريت تتابعين يا سلام واشكرك على اتصال بالنسبة لما دام سالوي احنا محتاجين طبعا ان احنا نعمل اشاعات عادية على ظهرها وتتوجه الى جراح متخصص في العمود الفقري عشان يتأكد هل ده شيء له علاقة باورام سيانوية نتيجة عن ورام السادي الاستقصل ولا دي حاجة نتيجة تخشونة في الفقرات وده حاجة سهلة او ان احنا نشخصها يعني وبالتالي ان شاء الله تتعالج بشكل مصدر بالنسبة للتشوهات العمود الفقري هل بيكون يعني لو حد عنده تشوه في منطقة معينة بيحصل له الام وبالتالي ممكن ان هو عن نتيجة الالام دي يروح يعمل اشعة فبالتالي بيظهر انه عنده تشوه ولا ما بيكونش ليها اي اعراض لا هو يعني مجرد ان شكل الجسم هو ده اللي نقدر عن طريق ان احنا نقول لا فيه مشكلة في الظهر ولا بيصاحب الالام برضو اولا انا بحب حقيقي انه دائما بتسألي الاسئلة المهمة فدلوقتي اولا فعلا هو تشوه العمود الفقري بشكل عام هو تشوه بيؤدي الى عيب في الشكل بشكل عام ده لا يسبب ألم لكن فيه انواع معينة من انحناءات العمود الفقري بتسبب ألم زي مرض اسم شويرمنز او ان يكون فيه انحناء ناتج عن ورم حميد في الأطفال يسبب ألم جامد قوي فالعضلات يحصل فيها سبازم او شد تخلي العمود الفقري يتعوج ودي حاجة مهمة قوي الدكاترة لازم تشخصها بشكل دقيق لانه وقتها مش المشكلة في العوجاجة هو المشكلة في الورم الحميد البسيط اللي ممكن يستأصل والظهر يتعادل لوحده من غير من صالحه بأي جراحة ولا اي تدخل الحاجة التانية انه احيانا الخشونة بتحصل وخشونة الفقرات بتحصل مع الناس اللي عندهم انحناء في العمود الفقري او الخشونة مع تقدم السنة ممكن تؤدي الى انحناء في العمود الفقري زي ما كنت بتقولي وطبعا وجود الانحناء وجود الخشونة تسبب الام والام متزايدة وممكن تضغط على العصاب وحاجات كتيرة كده طيب معنا اتصال بعد اذلك يا دكتور تهاني اهلو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي لو سمعتني اتعايز اتسأل الدكتور انا عندي ابني عنده 16 سنة وطوله 157 ودته الدكتور من كان يوم غودة صماء وكده فقال لي بطن غودة صماء فقال لي ده هو عايز تعمله تحليل غودة لانه هو تقريبا بله اجتما مع اني انا شايف جسم لسه بيتغير في حجات ومسأل التحليل ما عرفش هيعملوله ويبطلوا ضغطه او يعاليله فانا خوف تعليم التحليل فاريس النت اللي ممكن اعمله اشعع عشان اشوف نهاية العظام عنده هو عنده 16 الا 3 شهور وبابا كان كده وبابا يعني تغل برضه وبعده يعني ممكن وهو في مرحلة تغلو كده بلما تغلش على حتى برضه بابا رح لدكتوره وطغير وقال سموها يطول فانا عايز اعرف هو في احتمال يتولى وسته انا مش عايز اعرف موضوع الغدد بابا طوله قدي ايه مدام بابا دلوقتي طوله يعني انا عادل 175 طيب وانتي طولك قدي ايه وانا 158 طيب او 150 ممكن اجيه 160 كمان لو قفت على تراتيو صابعي بشكرك مدام تهاني وتابعينا هو فعلا فيه اطفال يعني مش اطفال يعني عند سن معين يعني الشخص ممكن ان هو فجأة يطول ولا بتبقى نسب متفوتة وبتختلف يعني عام عشان حديرك سألتها على طبعا طول جزهة وهي يعني عامل وراثي بيبقى ليه نسبة طبعا هو اولا النمو بيحصل بشكل متدرج معادة في مرحلة معينة اللي هي مرحلة البلوغ دي بتحصل فيه حاجة اسمها جروث سبيرت يعني زي انتفاضة كده وحتى احنا بلاحظها في البنات وفي الاولاد البنات عادة بتحصلون من الحكاية دي قبل الولاد بسنتين فالبنات يحصلون في سن 13 12 14 اللي بيحصل هو نسبة الطول بتقل لا لا فجأة يم طول العكس سبيرت يعني تحس ان هم طولوا مرة واحدة وبياخدوا بالهم يعني حتى بيحسوا ان دي تغير كبير معا تغيرات بتاعت البلوغ بشكل عام كونه هو ولد 15 لسه ماكملش 16 سنة فيه فرصة ان هو يطول بعد كده لكن طبعا اولا الاشعاعات اللي بتعمل فعلا على الرسغ وعلى الحوض اللي بتدينا نسميها البون ايج او عمر العظم وبالتالي نقدر نعرف هو في اني مرحلة وفرص نموه وطوله قد ايه وهي محتاجة اساسا طبعا تتابع مش مع جراحين عزام محتاجة مع المتخصصين في موضوع الغضد الصماء والهرمونات يعني طب مع الاتصال ثاني علي من القاهرة علي اهلا اهلا بك يا علي تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل ممكن اتكلم بكتور طبعا انا هيا بكتور اوه بكتور في الالم مثل العمود الفقري يعني اوهل العظوم الذون انهم الى المشدود لازم ان انا الف من الشمال وعشان يطوب ولكنك يقدق من فوق الالم وعلى مدار اليوم يعني في الاشت الكيش هدد اوهل للدما من الوحل يطوب وكده امه هل لديك ألم في رجليك مع الألم المصاحب للظهر؟ لديه في رجل مع نفس الموضوع لكن لا يوجد ألم بطول الرجل أو تنميل أو خدلان في رجليك؟ لا، لديه في رجل حسنا، حاضر هل لديك كم سنة عالي؟ 21 21، حسنا، شكرا على اتصالك عالي في سنة صغير أو خارس نحن في حد عنده وجع في الظهر واضح أنه بقى له فترة لازم يعمل أشعات عادية وفي مجموعة احتمالات موجودة كونوا أصلاً بيصحى الصبح بتيبس وبصعوبة ويقول أنه بداية الحركة بتباوت تعيبة ده في سن كبير المفروض الأحساس ده بس ده دليل أن ده في خشونة في الغدروف أو أكثر في أسفل الظهر يعني ده أعراض الخشونة بتاعة الغدريف والمفاصل ما بين الفقرات فبساعات في كذا حاجة بتعمل خشونة مبكرة أو يكون عنده حاجة اسمها تزحلق أو تزحزح فقاري فهو مبدئين لازم يعمل أشعات عادية وتوجه بها لدكتور المتخصص عشان يشوفه يعني عموماً إيه هي أسباب الخشونة سواء الخشونة المبكرة أو الخشونة اللي بتحصل في سن كبير شوية بصي يعني هو إحنا عموماً كده بيحصل لنا تغيرات في جسمنا ونضرنا طبعاً تغيرات في الغدريفة ما بين الفقرات ودي حاجة بتحصل مع مرور الوقت علينا كلنا بشكل يعني كامل كلنا بيحصلنا حكاية دي الخشونة هي عبارة عن زيادة في معدل التغيرات دي بشكل أكتر من الطبيعي فالخشونة طبعاً في عوامل إحنا في إيدينا نعمل أو في عامل مش في إيدينا يعني عامل اللي في إيدينا مثلاً اللي هو الوزن الزيادة طبعاً ده حمل زائد على الظهر عيوب في القوام نتيجة إن إحنا ما بنلعبش رياضة وما بنعندناش قوة في العضلات توقفنا بشكل منضبط وتقعدنا بشكل مزبوط في عوامل تانية مش بيقدينا زي في عوامل بيقدينا تانية زي التدخين مثلاً تدخين بيعمل خشونة مبكرة في الغدريفة على العكس من الناس كتير فاهمة يعني حاجات دانية مش بيقدينا العوامل وراثية طبعاً أنا عندي مثلاً مرضى عائلات كاملة بيحصل لهم خشونة وعملت لهم عمليات مثلاً في ثلاثة أربعة من الأبناء والجينريشن اللي قابليهم واللي قابليهم كامل ففي عامل وراثية في الموضوع نتكلم على عامل وراثي بس خلينا ناخد اتصال عالي لا أنا أسفى مين معنا مادام مونة مونة أهلاً بيك يا مادام مونة تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً بحضرتك ممكن أن أسأل الدكتور على حاجة مع حضرك طبعاً يا مادام مونة تفضلي سلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت أنا عندي ابني عنده 18 سنة سمحت سمعينك سمعينك تفضلي سمعينك تفضلي أيوة وجاله تعب في ظاهره كده مفاجئ أيوة أيوة تفضلي جاله تعب مفاجئ كده وظاهره فاروح تكسفت عليه قالولي في عوجات في العمود الفاكر بتاعه أيوة والعضلات بتاع ظاهره كده مزدودة على الجنب اليمين فالدكتور اللي كشف عليه قال له لازم عملية بس دكتور أر تتعمل فوراً وفي دكتور أر بعد ما يعدل عشرين سنة على الأساس أن لسه في نموه في العضلات وكده فأنا عايزة أعرف بالضبط الحالات لا أحاضر بشكرك على التصالي كمدام موني يا خيفة طبعاً بالنسبة للعملية شي طبيعي ما حدش يحب العملية ولا حد يدور عليه لكن هو عنده إنحناء في العمود الفاكر واضح وتشخص السؤال هنعمل عملية ولا لا ده معتمد أساساً على هل شكل بتاع ظاهره مقبول بالنسبة له هو شخصياً وبالنسبة للحوالي يعني أهل ولا لا بس بالنسبة للموضوع الألام حتى لو هنأجل يعني قولنا إن هو الشكل مقبول النوع الألام اللي هو ممكن يصاحب الموضوع ده هل يا حلول أخرى ممكن يعني يلجأ لمساكنات لغاية ما هو يغاية رأيه مثلاً أو لا أولا أنا بس النقطة اللي أنا عايز أأكد عليها أنه أولاً ما فيش حاجة أسماء نستنى لغاية سنة وعاية لأن الحقيقة الواحد بيشوف كوارث من الحكاية تنتظر هذه نقطة مهمة طبعاً لأن علاج المشكلة في البداية أهم من علاجها وأسهل بكتير وأسهل بكتير لأنه إحنا لما بيبقى الإنحناء في أوله وبيبقى الإنحناء درجته بسيطة وبيبقى العمود الفقري مارن فبالتالي إحنا نعرف نصلحه بسهولة وبتدخل بسيط لكن لما بنتأخر يعني كتير قوي من الأطفال بتشافوا في سنة خمس وست سنين ويروحوا الدكتور ومش متخصص يقول لهم عند سنة 18 سنة بعملوا له عملية والأهل يختافوا ويرجعوا لنا بتشوهات فظيعة جداً محتاجة جراحات كبيرة قوي قوي هو قبول الواحد لشكله يا ما في ناس الواحد عارفهم وانتي عارفاهم أصحابنا عندهم حاجة مع عنا فوشوهم مثلاً بنشوف أنه مش حلوة وبسهول شايفة أحد حاجة فيه ولا همنا خالص ولا هو مخالص والموضوع ما يؤثرش عليه نفسياً لأن الموضوع ده ممكن يقلب بحالة نفسياً بعد كده هو حيأثر عليه في حياته أكيد لأن إحنا بنتكلم على العيوب الخلقية والتشوهات العمودة الفقري بتحصل في مرحلة عمرية بيتكون فيها حاجة اسمها سيلف إيميج أو صورة الإنسان عند نفسه أنا شايف نفسي إيه؟ كتير قوي بواحد بشوف ناس في الشارع وناس من ما عارفه حلوين لكن هم نفسهم مش حسين أن هم حلوين وتشوفي واحدة تانية يعني أقل حلاوة وأقل جمالاً لكن هي أحساسها أنها ملكة جمالة وده بينعكس عليك يعني ناس بتشوفك زي ما تشايفها نفسك فالسيلف إيميج دي حاجة مهمة جداً عشان كده مهم قوي التدخل في توقيت مظبوط عشان الصورة بتاعت الإنسان عن نفسه تيجي بشكل مظبوط طيب مع الاتصال تاني وفاة من القاهرة سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك يا أهلا وسهل طبعاً مع حضريكم دام وفاة تفضلي أقول لحياتك يا دكتور أنا عندي فوق 25 سنة طيب بس إما باعود يعني قعد شوية كده زيادة عن نص الساعة يعني ما بقى مثل في مشوار في الأيوثوبيت أو في أي حاجة أجأ أوم أو في البيت أبقى مش أدخلت من صبح الظهري اللي من تحت طبعاً أبقى مش أدرى منها أبداً رغم إن أنا بأخذ علاج لخشومة المفاصل ماشي عايب قالي جاي وطبت شهوره زيادة أوليها كمان هيجعاتك مش حتى خالص بقى بس يعني رقب الحمد لله أحسر بس الضغر يجيلي شجعني أولي جايقال جداً فهل دي سببها برضو عشان كبر السن واذا ديت يعني حاجة يعني ولا ديت لها علاج يعني لا حاضر طبعاً فضل حاضر حاضر أجاب السؤال بشكرك على اتصالك سلامتك مدام وفاء وبشكرك على اتصالك نسأل جاءوا بسؤال مدام وفاء الأولين الخاص بي هي الأول بالنسبة الضغراء الأولين يعني الألام اللي تحسب مع الأعادة فترة طويلة دي ألام خشونة الفقرات ولازم نبقى عارفين إن خشونة الفقرات بتتعب قوي لما الواحد يبقى فواضع رأسي من غير حركة يعني الأعاد والوقوف فالستيطات دايماً يشتكوا لما يعودوا دهرهم يوجعهم لما يخشوا المطبق دارهم يوجعهم هو ملوش علاقة بالمطبق قصتش والأعلاقة إن المكان عادتاً في المطبق بيبقى دايق فالحركة فيه قليلة فالوقوف الأعاد لازم نقلله على قد من نقدر لازم أفضلات متقطعة ما نقعدش فترة طويلة وما نقوفش فترة طويلة بدول حركة دي أول حاجة ثاني حاجة طبعاً هي محتاجة تعمل أشاعات ومحتاجة إنها تتشاف دكتور متخصص عشان فيه شوية تعليمات تانية ممكن نقولها لها وفيه مجال لدخول العلاج الطبيعي في الموضوع وتصبيت وزنها والأدوية وفيه أنواع كمان من الحقن بنعملها عشان علاج الألام لو كنت لو ما استجابتش الأدوية يعني فيه وسائل كتير أو العلاج واجه على الضهر داتي الحمد لله موجودة أما بالنسبة لأبن مدام وفاء فانزلاخ الغدروف يا مدام وفاء لازم بياخد حاجة اسمها تجربة علاج دوائي وهذه التجربة يجب أن تكون لمدة ست أسابيع الأقل بس التجربة دي دكتور فايدات هاي هل هتخفف الألام ولا هتعالج الانزلاخ الغدروفي تماما بالضبط كده هو هو ده بالضبط إحنا حضرتك لقينا إن إحنا لما جدنا مئة واحد عندهم انزلاخ غدروفي فيه سبعين بيخفوا بدون عمليات وفيه تلاتين بيحتاجوا يعملوا عمليات ومعندناش وسيلة نعرف بيهم مين اللي هيخف بدون عمليات ومين يخف بدون عمليات بالعملية من دي ومعندناش وسيلة نفرق ببينه فإحنا مش أنا الوحدي يعني العالم كله بيعمل حاجة اسمها ترايل أو تجربة بنيدي ست أسابيع من الأدوية والمسكنات ومضادات الالتهابات وإنه يرتاح ويزبر شوية كده ونشوف اللي بيتحسن يبقى خاف يعني إحنا في الانزلاخ الغدروفي مش مهم الغدروفي راح فين ولا طلع منين ولا جي منين اللاند مارك أو العلامة اللي تحدد المريض خاف ولا لا هو اختفاء الآلام بتاعت الناس اللي بتنزل بطوله الرجل والأعراض المصاحبة ليه إذا تحسنوا آلامه راحتي بخاف يبقى مش محتاج أي تدخل أما المريض اللي هو بعد الترايل أو بعد التجربة دي بتاعت الأدوية ما بتحسنش هو ده المريض اللي بيحتاج يا إما تدخل جراحي يا إما تدخل بوسائل أخرى بحقل وحاجات تانية وفي وسائل تانية ريديو فريكونسي وحاجات زي كده بتستخد الدخل مضروف طيب مع الانتصال تاني أيوة ريحاب أهلا بيكي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا ريحاب تفضلي يا ريحاب مع حضرتك تفضلي لو طرحت أنا كنت وأنا مكووتة بقى 11 سنة ولما أولدت ابني هو عند حضرتك كان يوقع وعند 10 سنة تحدث ما أولدت عطول جالي واجع في الظهر يتأثر الظهر الجامل ومستعدها بحد الوقت وأنا بيجيني واجع خاطيرة جدا ومضرت ومضيب مع المغوض وطرحت الكتب الظهر وقالي أنه هو تلتهاي بخلاص وبعدين يعني بيأطر على جيش من كله وممكن كمان باوردتها ميمة والحاجة ألاقي واجعت اللي كمان بطور رجل كلها بجيش من كله وذلك لما بقولي أنه كمان باوردتها محتاجة روحة كمان فأنا عيدا يعني هذا ممكن بقى حاجة لازمع منه أعماله أشاعه ولهو إذا كان نستخدمها موقعاً ووقدم بيش على علاج بتاعه خلاص تابعينة أشكرك على اتصالك مدى الرحاب نجاب لرحاب ألام الظهر بعد الولادة والنتجة عن الحمل فيها مجموعة حاجات لا علاقة بالحمل وأكيد ممكن تبقى زيادة الوزنة لو في زيادة في الوزنة أثناء الحمل ده ده فاكتور طبعاً أو عامل من العوامل لكن كمان في حاجات بتحصل ما قبل الولادة الولادة الطبيعية الطفل بيعدي في الحود فلازم ربنا خالق هرمونات بتفكفك الأربطة اللي مسكها الحود عشان الحود يوسع عشان البيبي ينزل في الولادة الطبيعية فأحياناً بيحصل أن الأربطة بادياً بتلتهب والمفاصل اللي ما بين الحود والعمود الفقر تلتهب وده مصدر مشهور أو الوجع الظهر بعد الولادة لكن طبعاً هيا بتكلم على بالها فترة طويلة أو يعني بوالدة من عشر سنين فإحنا بتشكي من أعراض لها علاقة بعرق الناس وكده فهي طبعاً محتاجة تتوجه لدكتور متخصص وتعمل أشعاعات عادية وأشعاعات رارين مغناطيسية على الفقرات وعلى ضوء الحاجات دي هيتشخص تشخيص دقيق وبالتالي تتعالج يعني فيه كذا حل ومنهم حاجات كتيرة أو بسيطة من غير تدخلات كبيرة فيه تقنية جديدة دكتور باسمها الميثانول ياريت حالك توضح لنا إي هيا الميثانول ده كحول والميثانول المقصوب بيه أنه يتحقن الكحول دوا فيعمل زي إصابة في الأعصاب الرفيعة المغزية مكانة يعني هو إحنا في علاج الألم بشكل عام أحد الوسائل إن إحنا لما نفشل في علاج مصدر الألم إن إحنا نقول طيب خلاص المنطقة دي عملة توجع 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 فإحنا نحقن حاجة تخلي الأعصاب لنغزية المكان ده ما تشتغلش فيبقى المنطقة دي فقدة للإحساس وسيجب نعرف إن الوسيلة دي هي وسيلة أخيرة يعني إحنا مش المفروض نعمل كده إلا لما تفشل كل الوسائل الأخرى في العلاج لإن دي إحنا بنلغي وجود الأعصاب الرفيعة دي لدخلت غزي المكان ودي لها مشاكل أضرارها ممكن تؤدي لإيه يا دكتور إن هو هل هيصبع عدم الحركة لا 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 هي مش كده مش عدم حركة لكن هو المثانول بني مثلا عنده مفصل معين ما بين الفقرات وبعدها وبعد ما خد أدوية وما خفش هو بتاعي ينحقنين حوالينا المفصل ده الكحول ده بتركيز عالي فده يؤدي إلى إنه العصاب اللي بتغزي المفصل ده ما تشتغلش فبالتالي ما فيش إحساس جايبين هده مش حس بالألام مش حس بالألام لكن ما فينهاش أي أضرار تانية يعني غير إنه هو بس يعني إنه هو ينعدم إحساس الألم هو عدم إحساس الألم ما كان فيه مشكلة تانية هو زي ما عدم إحساس الألم المفصل ده بقى بدون إحساس وإحنا مفاصلنا ربنا خالق فيها إحساس عشان مهم قوي يعني إيه اللي بيمنع إن أنا أجيب صباعي كده وأجيبه هنا كده طبعا إن الإحساس داخل المفصل بيقول لي أو لو حد حصل كسر الأقدر اللي مش هيحس بيه مش حس بيه وإحنا عارفين الحكاية دي ومعروفة جداً نشوفها في الناس اللي عندهم سكر الناس العاديين عارفين إن مريض السكر بيقع عنده حاجة اسمها الأدم السكري وإحساس فقد الإحساس داخل المفصل ده بيعمل أو بيعمل ضمار للمفصل في الأدم فالمفصل ده اللي مش وصل له إحساس على المدى الطويل ممكن يبوز يعني دي حاجة وسيلة أخيرة لعلاج الألم المثالول دكتور حسان بشكرك لجودك معنا وشرفتنا أنا اللي بشكرك ومشكر كل الناس اللي سمعونا وكلمونا